أهلاً بالجميع، أهلاً بكم في قناتي، أتمنى أن يكون الجميع بخير عاد كيم تايهيونغ، نجم البوب العالمي لفرقة بي تي اس، إلى الأضواء مرة أخرى بعد إجراء فحص طبي يشتبه في وجود الكثير من البكتيريا المسببة للحمى فيه وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها، فإن البكتيريا جاءت من مركز التدريب العسكري الخاص به، رغم أنه تم توضيح أن البكتيريا غير ضارة لكن يشاع أن تايهيونغ، وهو رمز الكبوب الذي يحظى باحترام كبير ومحبوب من قبل الملايين من المعجبين حول العالم، يقوم بفحص صحته لذا تسببت هذه الحالة بالقلق بين المعجبين وقاموا على الفور بتقديم الدعم والدعاء من أجل صحة تايهيونغ ورغم أن هذه البكتيريا يقال إنها غير ضارة ويمكن التغلب عليها بالعلاج، إلا أن هذه الحادثة هي أيضاً تذكير بأهمية الحفاظ على الصحة وعلى الرغم من أن البكتيريا تعتبر غير ضارة، إلا أنه من أجل الوعي بأهمية الصحة من المتوقع أن يعود تايهيونغ إلى أنشطته الطبيعية فور إجراء الفحص الطبي كمعجبين لام بي تي اس، دعونا نستمر في تقديم الدعم والصلاة من أجل صحة تايهيونغ نأمل أن يتمكن تايهيونغ من العودة للتألق على المسرح مع أعضاء بي تي اس لآخرين تايهيونغ المعروف بأنه أحد أكثر أعضاء بي تي اس جاذبية إنه ليس معروفاً فقط بموهبته الصوتية المذهلة، ولكن أيضاً بمهاراته الساحرة في الرقص وشخصيته الدافئة من المؤكد أن هذا الحادث يشكل مصدر قلق كبير للجماهير التي تابعت رحلته المهنية منذ فترة طويلة من ناحية أخرى، على الرغم من أن هذا الوضع أثار قلق العديد من المعجبين إلا أن بعض الخبراء الطبيين صرحوا بأن حالة تايهيونغ أصبحت لآن جيدة كما أن هذه الحادثة بمثابة تذكير للكثيرين بأهمية البقاء بصحة جيدة في أوقات الهجمات البكتيرية ويظل اتخاذ الاحتياطات اللازمة دائماً نقطة مهمة للغاية لقد علمنا الوباء العالمية في الماضي أن نكون أكثر حذراً وندرك دائماً صحتنا كمشجعين في السنوات القليلة الماضية، شهدت فرقة BTS نمواً هائلاً في كل من مسيرتها الموسيقية وتأثيرها الاجتماعي ولم يصبح نجوماً في عالم الموسيقى فحسب، بل أصبح أيضاً أيقونات عالمية تروج للرسائل الإيجابية مثل الحب والصحة العقلية الدعم من المعجبين في مثل هذه المواقف هو شهادة حقيقية على الرابطة القوية بين BTS وتهيونغ والمعجبين في الأخبار القادمة، سنتحدث عن تهيونغ، الذي اضطر مؤخراً إلى توبيخ بعض زملائه الصغار في القاعدة العسكرية لكونهم متعصبين جداً تجاهه ورغم أن الوضع بدى خطيراً في البداية، إلا أنه تحول إلى لحظة مضحكة ومؤثرة بين الكبار والصغار وقع الحادث عندما أصبح بعض صغار تهيونغ متحمسين للغاية وبدأوا في مناقشة أشياء شخصية عنه لقد ظلوا يسألون عن حياة تهيونغ الشخصية وأظهروا حماساً مفرطاً وبدأ الأمر يضايق أحد الجنود الذين شهدوا الحادثة وقال إن تهيونغ، الذي عادة ما يكون صبوراً وودوداً، شعر بالحاجة إلى توبيخ صغاره حتى يركز أكثر على واجباتهم العسكرية أنا أقدر حماسك، ولكن علينا أن نبقيه احترافياً ونركز على تدريبنا خصوصية مهمة وأمل أن تتمكن من احترام ذلك قال تهيونغ ذلك بحزم، ولكن تم الرد على توبيخ تهيونغ بمسحة من قبل صغاره قال أحدهم بنظرة جادة لكن مضحكة، نحن آسفون أيها الكبار نحن سعداء جداً بأن نكون قريبين من معبودنا ونعدك باحترام خصوصيتك من الآن فصاعداً هذا الرد حول الأجواء المتوترة إلى ضحك ضحك تهيونغ وزملائه معاً لتخفيف الموقف الخطير سابقاً وهذا قدم درساً مهماً لنا جميعاً ولكنه أيضاً لحظة لم تذكرنا بأي شيء الجميع، كان ذلك لفيديو اليوم شكراً جزيلاً للمشاهدة ماذا تعتقد؟ اكتب في قسم التعليق نراكم في الفيديو التالي اعتني بنفسك وداعاً شكراً جزيلاً للمشاهدة شكراً جزيلاً للمشاهدة